صباح دخلت أشعة الشمس وانتشرات في أرجاء الغرفة كانت ناعسة على جلبها ومكمشها جامعة رجليها عندها زيرت على عينيها وبدت تحلهم شوية بشوية هزيت عينيها في الثقاف كتشوف فيه شوية بدت ترمش في عينيها بسرعة كتشوف في الثقاف مختلف ودورات وجهها كتشوف في الغرفة مختلفة هذا ماشي بيتها حضرت عينيها لصدرها وهم يتوسع عينيها كتشوف صدرها عاري الزيت لغطب شوية ويدها كيرجفو القات راسها عارية كيف ولدت همها دموحها هبطو كيشريو وكلها كترجف كتدور وجهها ببطء للجهة الأخرى وخايفة من دكشي اللي في بالها باليها اظهر عريض وعاري وشعر بني دارت ايديها على فمها ممتيقاش اش كتشوف شحقات هبدا وكيرتافو ودموحها شلال دارت ايديها على صدرها معنق راسها جات تجمع رجليها عندها وهي تحس بألم راهيب تحتها حتت سمعات آي على الجهد تحرك على قطر الصوت اللي سمع وجه الشعاع العيني ودار دراعه على وجهه راسه فيه شوية ديال حريق من كترة المشروب اللي شرب البارح سمع صوت كينين حداه ودور وجهه هي تبالي دقاعد وقلص ونصل تحتاني اللي مغط كيشوف فيها جامدة وجام عرشليها عندها ومعنقاهم ولو يعليها لذار كتاف هاللي معرنين وشعرها هابط عليهم كتشوف قدامها كأنها مركز على نقطة واحدة عينيها متحركوش ودموحها هابطين بوحدهم حتى كيتلاقاوا عن تقنها دوز يديه على راسه كيحاول يتفكر شنو قع البارح وبدأوا اللقطات كيدوزوا قدام عينيه حتى تفكر كل شي من اللحظة اللي جات عنده اللقوات من بعد ما تذكر كل شي زير على فكه ومسح على وجهه شاف فيها باقة على نفس الوضعية مت ايد دول عندها وحطها على اكتفها كيحرك فيها قال ساندي غير سمعت صوته وخرجات من سهوتها حضرت راسها ببطء وشافت ايد دول اكتفها العاري قفزات من بلاستها وناضت شادة فليزار بايد ديها كتحرك راسها يمين وشمال كأنها كتقول ما يمكنش هادشي يوقع ايش جابها لهنا انها تسخر قلبس الباكسر دياله وهو كيشوف فيها كتحرك راسها وكتتمتم كيف شي حمقا تمشى جيهتها وغير شافته جاي نحيتها قالت وهي كتبكي بعد ما تقربش ليا الله هياخد فيك الحق تعديتي عليا شنو درك ليك كيشوف بها كأنها شخص آخر ماشي ديك اللي كانت معه ليلة البارح واستسلمات ليه بإرادتها كيفاش تعد عليها شنو كتخربك هادي تعصبه بدكي سوت هو ما كانش في كامل وعيه لكن كل شي يوقع بمحض إرادتها احتحت مضربها على ايدها رجع شعره اللور بعصبية وانطق ايش كتخرب قينتي كيفاش تحديت عليك داك شي اللي ترى البارح كان بإرادتنا بجوش ماجيتش فرضت عليك راسي إيدان بلا مطح ماقي إليه هز فوتو تمغادي نحية الباب وقال دخلي دوشي أنا غنمشي للحمام لأخر من بعده ناضره خرج ودخل البيت آخر فيه بدوش وقف تحت الرشاشة مع الصم الردات فعلها بحال ليلة هو جبرها وناس معها بزز غادير شافت وخرج وبدأت كتطور في البيت كالحمقه شافت الحويش كل حاجة مرمية في قند كاتبكي وتهز فيهم وكتقلب فيهم بانت لها الغوب الحمراء والكيلوت والبساتهم شافت فراثها ما يمكنش تخرج هكا بانت لها الجاكتة ديالو وهزاتها لبساتها وخة مقرهة ولكن ما عندها خيار هزات الساك والحيداء وخرجات كتسلت حلات الباب وخرجات بلا ما تسده بالتلفا هبطات في الدروج وخكينا المسعد بغا تخرج من هاد المكان في أسرح وقت موجي وصلت للباب وخرجات كتجري للشارع الدنيا كانت خاوية كانت سبعة ديار صباح غادة بالحفام عن القصات كتقلب على تاكسي أخيرا داليها واحد وشيرات ليه وقف ليها وطلعات قالت ليه العنوان والدموع في حينها كان السائق كيشوف فيها باحتقار ظنن منو أنها وحدة من ابنات ليه حالتها كتوحيب داكشيني وصلها قدام العمارة وخلصاته وخرجات طلعات لشقتها فتحات الباب ودخلات وكيف سدات ولاحد داكشين من إيديها واتكات على الباب منهارة أهاطة بظهرها حتى بلسات على الأرض كتبكي وكتغوط وكتنسف شعرها وكتترك البرج ليها رغم الألم اللي كتحس به تحتها قالت كنكرهك انتي السباب كنكرهكم كاملين بغيت نموت نهارت كليا غادير الهادي قال لي ما كتطلعش الحس صافي وصلت بيها لحد عانات في صمت حياتها كلها من صغرها وهي في المشاكيل بسبابها كتحني الراس وتسمع التوبيخ والمعيار على حوايج ما تيراهونش هي تحتى واحد ما غادي يسمع لها أو يتيقها غادت بين غير مريضة نفسيا قدامهم داكشي علش فضلات تلتازم الصمت وتلقي اللوم على أفعال ارتاكباتهم الأخرى لكن حتى الهنو باركا توصل بيها الحقارة أنها تسلم جسدها لراجل وترزيها في شرفها هذا جسدها هي شاركاه معاها شخصية أخرى قد تصرف فيها علاهوها شخصية مريضة رونات لها حياتها ومعيشاها في رعب دائم رغم أنها عيش حياة تعيسة ولكن وجود الشخصية الأخرى خلاها تهرب من ابنادم وتعيش في وحدان مياه قاتلة فقط باش تجنب الشوهات والمشاكل وبقيت كتبكي احتحد في هاد الدنيا ما غادي يفهمها أو يحس بيها أنك تشرك جسدك مع شخص آخر اللي هو عكسك تماما ومن فوقها كي يقادي ويقتل رعب حقيقي كتعيش وغادير كل لحظة في حياتها اليومية ما حيلتها للماضي المؤلم ولا للحاضر المرعب لمن تشكي شكون غايتفهمها ويتيق كلامها هي براسها داخت من نهار ظهرات الأخرى وهي عايشة في دوامة تفكرات الزخر علاش هو؟ علاش؟ كانت كتحس بجهته بإحساس غي وباريء أمرها حسات بيه من قبل وجات الأخرى تعرفات عليه وسلفاته راسها كأنها كتملكم وكتهدد فيها من فوق تفكرات الفيديو اللي خلات لها ساندي كتحدرها أنها ما تقربش من ساحة الزخر خوفا ليشك باللي هما ماشي توأم وإنما نفس الشخص بشخصيتين آه هي مريضة مرض نفسي انفصام الشخصية هو المرض اللي انتج عليه وجود ساندي رغم أن غدير هي الحقيقة وساندي مجرد مرض ولكن هي اللي كتتحكم فيها وفي حياتها وعند صخر اللي خرج كيقلب عليها في أرجاء البيت ما لقاهاش ما كايش حسها وتلفت جهة الباب ولقاها مترح كعاب المعقول ومشا سدو ورجع خدها قاروه وخرج البالكو ليلة البارح كانت ماشي في الحسبان ولكن اللي اعطى الله اعطاه واللي زاد نيرباه هو علاش كانت ردت فعلها هاكاك كأنه اغتص بها وبس زادتها مشات وخاق الليها خاسنا نهضره كان باغي تناقشه ويحطه النقط على الحروف اللي وقع البارح كان خطأه مبجوج وهو ماشي شماته باش يقلب عليها وجهه البسه وتاجح المركز وتفكيره في القضية دا بعاد غاديب دا اللي حبتيال معه ويخدم جاع الحيال اللي عنده باش يوصل مبتغاه اللي هو القبض على القاتلة ادخل مكتب ودخل معاه عمر اجلس صخر وشد التوصي في ايده وقال كل شي هو هاداك نفس الطريقة المخدر والطعن عاد تقطيع العطو فقط المكان اللي تغير وهو يقول عمر فنا دارك علاش بتلات المكان وممشاتش على منهاجيتها قال صخر كاين سبب خلاها بتلاتش حال من حاجة اولا كانت كتبتل الضحية في السيارة وفي الخلع بعيد على الاندار من بعد ما كتبوين ثانيا التوقيت تبدل بين الضحايا الثلاثة اللولين بيناتهم نفس المدة واللي هي شهر الضحية الرابعة بينها وبين اخر ضحية ثلاثة شهر ادن القاتلة ديانة كانت عندها شي حاجة اللي شغلتها في هاد الاوينة الاخيرة حتى بدلت الوقت والمكان حيت باين من التنفيذ كانت مزروبة حتى انها غامرات وتشدات في الكاميرا وخيمة بنشوجها ولكن فكرة انها غامرات وتكشفات لهوية ديالها باللي امت كيدل على انها بدات كترتاكبها فوات وانا بدوري غادي نزين حيت تاهنت بيها كتر من القياس ولكن قريب اتطيح بالإيدي عمر قال ايدا هاد التغيير وراه شي حاجة واقعة في حياتها شنو ممكن يكون في نظرك سخر دار ضحكة جانبية وقال من اللي نقبضو عليها نعرفو السبب من عندها شخصيا وهو يقول عمر انو موت ونهرفش كون هادي سخر قال قريب وشاب بالوراق اللي قدامه وقال بغيتك تنبش مزيان في حيات الضحية الأخيرة ضروري نلقاه خيط تنمك قال عمر اوكي واخس عيبة شوية سخر قال له علاش بالسلامة وهو يقول عمر الشخص اللي مات رجل أعمال كبير رامز الهلالي ضروري تكون سمعتي بي قال سخر بقالية غير رجال الأعمال حتى هما نعرفهم كل هم بحال بحال وهو يقول عمر هو صراحة معروف عليه ذهواني تعرفوا عليه عدة قضايا اقتصاب ولكن في الأخير كيتسحبه عنده معارف وإده واصلة سخر باستهزاء قال وقول هاديك ترجع لي هدك الشي اللي غادي تدفن بلا بيه وهو يقول عمر لاحظت بلي الضحايا بربعة وخاكل لو مهنته وحياته لكن تابعاهم الشبهة ولما دار الكتير فيهم دار القليل والقضية يأي ما فيها تصفية حسابات وهنا كي ينحتمال أنها تكون قاتلة مستأجرة كاتقاضة الفلوس باش تصفيها لهم أو انتقا حيات ما كتكتفيش تقتلهم كتزيد تقطع لهم أعضاؤهم إذا ما تكون القضية وراها شي اغتصاب جماعي قال لي السخر كل شي ممكن ولكن كاين القانون حتى حد ما عنده الحق ياخد حقه بإيدي باغيني نتعاطف مع مجرمة كتقتل بدم بارد ونعطيها مبررات ما تحلمش بيها ما صيرها جهنم الكحلة خرج عمر وصخر هز هادو كلوراق كيشوف فيهم سد الملف وتفكر أحداث البارح وهذا الصباح نهدو التك على الكرسي كيفكر في ساندي دو وز نهار كامل في الخدمة مشتون مع القضية وذاك الشي اللي وقع مع ساندي خرج واخدته موبيل تيالو توجه العمتار منه اللي كل ساعة كتصوني عليه فاقت كتتعكد حلات عينيها ولقات رأسها في بيت غدير وكيف ديما ناضت كتتفوه حاسة بجسمها مهدود وستعات عينيها فاش تفكرت شنوقع وشوية رسمات ابتسامة عريضة على وجهها وهي كتسترجع الأحداث فاش قرم منها وباسها واستسلامها ليه كانت قسعة دليلة بالنسبة لها فرحات حيتملكها وولات ليه هو الوحيد اللي عنده الحق يمسها وهي تفكر الأخرى تفكرات غدير وهي تقفز من بلاستها غدير هي اللي فاقت بجنبه تملكاتها الغيرة الوحلة وشوية تفكرات شنو ممكن يكون وقع قالت فاك وهي تقول علش مرجعتش هاديك الساعة علش غفيت حدا ديك المكان الخباينة كفساتها عليا وخربات ليه كل شي فاخر إليه عرف الحقيقة غادي تخلى عليا اللا مايمكنش ما نقدرش نعيش بلابيه خاسني نتصرف كيفاش حتى رجعت لهنا وش نوقع خاسني نعرف الله ياربي غدا نحمع خرجات من البيت كتجري غدا البيتها احتبل لها ساكها مليوح في الأرض هزاته ولقات فيه التليفون دارت نمرته وهي كتفتف ما عرفاش شنو ممكن يكون وقع بيناتهم واش كل شي تفضح خافت بالزاف ما فاقت غير على صوته قال ليها ويه ساندي بدايت كتقف قف وهي تقول صاص صخر لباز قال ليها باستغراب مالكي كتفتفي قالت ها لوالو وهو يقول دابة ممسى ليش من بعده نهضره وهي تقول علاش غادي نهضره قال ليها سخر مالكي كتحماق عليها على داك الشي اللي وقع شوفي كنظن في هاد المدة اللي عرفتيني فيها عارفة ما عنديش معدوك الحركات واتبع ليه قالت اين حركات وهو يقول من بعده نتفاهمه اقطع عليها ورجع عند سيراج لقاهم ربح يبديه كيشوف فيه اجلس حداه وشحال قارو كيكمي بعصبية قال ليه سيراج شكون هادي قال سخر واحدة وهو يقول سيراج باين القادية مشابقة قال ليه سخر اودي خلي داك جملة راقت وهو يقول سيراج كتبغيها شاف فيه سخر وقال له شنو ديما كتسول اغبال اسئلة وهو يقول سيراج ايدا ما كتبغيهاش قال سخر ما عرفتش اوقف وهو يقول سيراج فين غادي اجلس باقي الحال كتغبر تخلي الواليدة ديما مشوش عليك وهو يقول سخر ماشي لخاطري خدمة مزيرة ادخل سخر وودع الام ديالو اللي ما بغاتش تضلقه سلت غير بالزز اما زاندي كيقطع عليها جلسات كتفي بري بوحتها وتحلل في الهضرة اللي قال لها قالت اكيد معاقب والو او لكان قلب علي الدنيا باغي تفسير باينة ضهشرات وهربات احسن حاجة دارتها في حياتها الجبن ديالها اخيرا جاب نتيجة خاص ميكون على بان بايش ما باقيش يوقع بحالها كامل هنا القدام دخلت لبيتها وبتلات عليها والتاجهات لخدمتها في الكاظيون متوتر وفرحان ما كرهاتش تشوفوا اليوم قبل غدة ولكن خاصها تصبر بايش ما تخنقوش وين فرها ويبعد عليها والغد ليه في الصباح فاقت على صوت المنبه ناضت كتتمش بشوية لحريق القسم مبقاش كفل ومشيت للجريدة دخلت مع الباب غادجي هتلا صنصور وهي طلق برباعة العقروشات غمضات عينيها بتعب ما فيها اللي يسمع شي هدرا وقفات حداهم بعد ملقات التحية اللي اكيد مردوهاش عليها كانوا كيتسناه المسعة تتفتح قالت بنت الهالات السوداء قربوا وصلوا الفمها وشعرها حالتو مش عكت تقولي بيتك تحارب وهي تقول التانية وما تعرف بحال هادو اللي كيديرو فيها براءتي سر وسعادتي تلقايهم محترفات في هزان الرجلي ردات عليها اللولة والله ما كذبتي كيلبسوا وجه العفة واعفن منهم مكاين اللي شافوه يضرو به غادير مبقاش عندها فينزيد وليت تقول آه عندهم الحق أنا وليت غير مسخة وبلاش عرف وهو من قام مني حطات اديها على فمها حابس البقية ومشات تجري طالعة مع الدروج سمحات ليهم في داك المزعد وقفات تشوف في الباب اللي كيدخل للطابق وكتشوف في الدروج اللي كيطلع الفوق مسحات دموحة على التفكير مبقاش كتبين لي هشي حاجة زوينة تستاحق تعيش على قبلها عائلتها مات واحد من وراء الاخر مخلينها مورها وشرفها اللي أعز ما كتملك البند فقداته إذا لاش كتعافر وبغى تعيش كانت وصلت للسطح وتقدمات جهة الحيط القصير واقفة كتشوف في المدينة كلها قالت حتى واحد ما غادي حال قاع واشغادي يحسوا بغيابها ما كتعني لحد وحتى هي ما عندها حتى واحد تفكرات سيف صديقها الوحيد تليساندها فش حال من حاجة ووقف بجندها وحماها ولكن ما يمكنش تكون عالة عليه طول حياتها كان سيف جاي فوق الموتور ديالو حبس فران بجهد قدام المجلة حييد الكاسكو حطه وحييد القفازات ديال الجلد من إيديه مد إيدو كيرجع شعره كحل ومرجع راسول لور هز عينيه في البناية وعاود هبطهم وعاود هزهم بسرعة السطح ما مطيقش داك شي اللي كيشوف غير قشع شكون واقفت المعك وقلبه تهز من بلعصده لاح اللي قات من إيديه وخلى الموتور وتم غادي كيجري بأقصى سرعة كيسابق الريح وصل المسعد وكان مشغول شد في راسه وبغيح مق ادرب باب المسعد برشليه وطلع كيجري في الدرش كل خطوة كيدير فيها ثلاثة ضد درجات ادفع باب السطح واقف كينهج شافها مسرحة إيديها ومستعدة تلاح دار من بلسدو وهو كيشوف هلاحة رجلها اللولة جبدها عنده من خسرها بسرعة البرق احتاطحه بجوج هو لتحته هي فوق منه معنقها بإيديه بجوج حلات عينيها فيه كان كيشوف فيها شوفة نارية وجهه حمر وعينيه كي نفتو العافية عودات سداتهم محرجة من دكشي اللي كانت بغدير عارفة غديكعة عليها هاد المرة بالمعقول ناضت عليه وهي مهبتة رأسها الأرض وقف كيسوس في حواجه وعينيه عليها قرب عندها وهدر بصوت عالي أول مرة يرفع صوته عليها شدها من دراحة بجوج كيحرك فيها وقال واش حماقيتي عرفتي اش كنتي غدت ديري ها واش خرج ليك العقال بغدت متحري غدير بقات منزلة رأسها الأرض وكتبكي ما قداش تشوف فيه وكتنعل حدها حتى الموت ما بغتاش شافها كتترعد وكتبكي وبقات فيه تحكم في عصبيته وجرها عنده عنقها وزير عليها بقات كتبكي المدة طويلة حتى بدات كتتهدم حس بها سكتات وهو يبعدها شد في إيدها وجرها مورا وداها الواحد الكرسي قلسها وقلس بجنبها ومد إيدهم سحليها الدموع من على خدها وقال يالله قاري ما عندك غادت عوديليا كل شي بلما تخبيحت حاجة قايش نولي دارك حتى تفكرت انت حلي ما مفاكش معاك هنا نبقى وحتى تخرجي قاعدكش اللي خازناه في قلبك قالت توحشت مالا وتوحشت ختي بغيت نشوفهم علاش مشا وخلاوني بوحدي علاش ما تدونيش معهم قال لها استغفروا الله غادير ايش هدلها دركة تقولي هو ما جاء جالهم وماتوا إيلا توحشتهم ادعي معهم وادرح معليهم وكيفاش انت بوحدك انا فين مشيت هم قالت عيت والله تعيت وبغيت نرتاح قال لها بعصبية بغيت ترتاحي والانتحار في نظرك هو اللي غادي ريحك واش بغت جاهليني شوفي نقول لك عندك شي مشكيل جي عدي وعوديلي محتاجة مساعدة نديك عند اختصاص فتحي قلبك وخرجي قاعدك شي لضارك ما تبقى يساكت وكاتما حتى تقولي تجيك أفكار غبية بحال هد شي اللي كنتي بغت دير غادي شنو بغليك نديك عمشي طبيب نفسي قاطعته بهلع وقالت اللا اللا ما محتاجاش طبيب نفسي أنا صافي ما بقيتش نعاود عفاك ما بغيتش نمشي استغرب سيفو قال مالكي مخلوعة ره غدا غير تعاوديلي على دكشي لذعجك وتخرجي دكشي اللي في قلبك غادي غير اسمعليك فقط قالت اللا ما بغيتش صافي ما تركيش ما بغيتش بلايش على خاطر ولكن غادت وعديني وعمرك تعاوديت فكري تديريش يتصرف بحال هذا قالت كان وعدك ما بقيتش نعاود سيف مسح لها دموحا وكي طبطب عليها ومنلي هدات وصلها لدارها بش ترتاح كانت متاجها لبيتها وقفت وشافت في بيت ساندي فتحات الباب وهي متردة تدخل عودت سداته ومشات لبيتها حيدات حويجها ودخلات لدوش دوشات ولبسات وتوجهات للمكتب ديالها الصغير فتحات البباسي ودارت الكاميرا وبدتك تسجل فيديو قالت هاي ساندي شحال هذا ما بقي نهضرنا آخر مرة صيفتي لي يا فيديو كتهدي فيي نبعد على حبيبك ومشيتي سلمتي هاد الجسد كأنه ديالك ويمكن لي كتديري فيه ما بغيتي سكد لي وخليتك تديري فيه ما بغيتي ولكن هاد المرة صعفي كتفيت منك كنت بغى نمشي نتعالج باش نتخلص منك وهددتيني تلسقي فيه جرائمك وندخل لحبس نتعاقب على شي حاجة أنا ما درتهاش أنا ما شي قدتالة انتي انتي اللي كتقتلي أنا عمرني أديت شي حد أنا ما غاداش نتعالج وانتي غادت بعدي على داك حبيبك الغالي ولا غدا نكشف هاد المعمعة ما بقاتش كتهمني حتى حاجة يدخلوني للحبس ولا للسبيطار للحماق ما بقاش كيهمني إلا ما بعتتيش منه هو اللول غادي عرف باللي ما عندك حتاشي وجود انتي مجرد مرض سيفطعت الفيديو لسانتي هادي هي الطريقة باش كانوا كيتواصلوا مدة هادي غادي يرسينين هادي باش عارفة بمرضها بحتات عليه وعرفات نوعيته وباللي كاينة شخصية أخرى كتتحكم في جسدها في اللول ما قادرتش تقبل الوضع وجاتها صدمة كبيرة ما كرهاتش تغوت وتستنجد بشي حد وتشكي عليه ولكن تخوفها من نظرة الأخرين وباللي غادي نقصوا منها منعاتها ومنلي تعرفت على سيف شحال من مرة كانت باغت عود لي على وضحها وتراجعت خوفا من أنه يتخلى عليها على أساس حتى واحد ما يرضى يكون قريب من واحدة مريضة نفسيا فيش بلات عندها 22 سنة ظهور سين ديكتر كانت من قبل كتبان مرة في شحال ولكن حاليا وقت منعسات بالليل كتفيق كساندي حاولت تقاوم ظهورها لدرجة متعنعات على النوم الأيام حتى غابت على الوعي وفاقت كساندي يعني لا مهرب لها منها استزلمت للوضع وحاولت تعايش معه حتى النهار اللي اكتشفت أن ساندي كتقتل تأزمت ودخلت في حزن ووحدة رهيبة عايشة أيامها على أمل يجيش حد يمد لها يد المساعدة ويخرجها من هاد الكابوس اللي عايشة فيه ولكن دابا من بعد ما خسرت شرفها قررت تقاوم ساندي وتوقف وجهها وتحرمها حتى هي من الحاجة اللي باغا واللي هي سخر سدات الباسة وتوجهات نموسيتها سطحات واستسلمات للنوم دازت الايام وساندي توحشات سخر وكانت كتازل به مرارا متجاهلة تهديد غدير ولكن بدون جدوى كان مشغول بالقضية وتقريبا كيتجنبها لسبب هو ما عارفوش تركيزه فقط مع الخدمة باغي يسد القضية في أقرب وقت ممكن أما غادير من بعد ما كانت في الحديد اللي خلاها تفكر في الانتحار كأسهل حل بجنهي معاناتها قررت في نفسها أنها تقاوم وتفرض رأسها وما تخليه ساندي تلعب بها كيف بغايت سيف ديما معاها مراقب تحركاتها خوفا لا تدير شي تصرف غبي وفي نفس الوقت كيدعمها باش تخرج من حالة الحزن اللي هي فيها كان سخر في المكتبة ديالي حتدخل عليه عمر بعجاجته طلع فيه السخر عينيه وقال ليه مان ما وهو يقول له عمر دخل لانترنت وشوف الموضوع الأكتر مداولة ورقم واحد في الترنت المغربي هز سخر التليفون ديالي وكيحل طلع ليه مقال بعنوان عريض سفاحة الطريق السريع بدأ كيقرأ ووجهه كيحمع ودوك العروق بغاو يتردق كيصوت بحالة تنين وقف هز عينيه في عمر وقال شكون مون هاد الفعلة ديب يكون عندي عمر قال له خليت الخبراء كيقلبوا على المصدر الرئيسي حيث تنشر دابة جميع مواقع التواصل الاجتماعي وكل شي كيبارداجي خاص هوم ووقت باش نلقاو المصدر خاص الوقت باش نلقاو المصدر دازو ساعات ووصلاتو شي حاجة في الباسي ناد ووقفو هز سلاحو دارو موراه ولبت عليه تشاكيتة ديالو مشا ديري كتل مجلة اطلع وكان المكتب شبخه تاجه المكتب المفتوح كيدور عينيه بحثا على شخص معين صخر مبان ليه حد وضرب الدورة راجع زاعة وعرف بللي كل شي غادر تحل المسعد ودخلات غادية مدات صباحة باش تورك على الزر حتى شافت ايد حبسات باب المسعد باش ميتزدش شافت الشخص اللي دخل وتوسع عينيها من الصدمة رجعت باللور حتى تصادحات مع الملايذ يال المسعد صخر بدور وتفاجئ بوجودها كي تساءل مع راسو أشنو كتدير هادي هنا لمح نظارات الهلع والخوف عينيها ادخل ووقف عاطيها بالظهر وورق على البوتون وتحرق المسعد هابط قيل حسنت يا خدامة هنا غادية بقات ملتازة مصمت وقدترع عدغير بحدها ريقها نشف وعينيها والله وكي لمعوا بسبب الدموع اللي حابسهم بالبس وهو يقول واقي لا ساندي نساد تقول إيا باللي اختها التوأم بك ما دار عندها عاقد حجبانه ويا الله بغي يهضر وهو يتسمع صوت قوي المسعد وقف وتفضو غادير أكبر مخاوفها هي الضلمة لسقات مع الحيط وجمعات رجليها عندها وكيتسمع غير صوت أنيها سخرج بد التليفون دياله وشعل الفلاش ووجهو ناحيتها بينت ليهم كمشة بحال شي بنت صغيرة دموحها مرسومين على خدها وشعرها طايحة على وجهها كترجف وكتنين قرب عندها وقلس القرف وصاف وهو يقول ما تخافيش يقدر غير تقطع الدو دابا يرجع يتحرك أما هي حاضنة رجليها وكتحرك راسها بالله وكتخرج شهقة مرة مرة مد إيده بدون شعور ورد ليها شعرها ورودنيها شايف دمعة فخدها وحط عليها سبعول إبعاد شد بإيد دقنها والإيد الأخرى هاز فيها التليفون ووجه عليها الضو بقى كيتأمل في وجهها اللي يقول لحمها خدودها ونيفها وشفايفها السخر سرح في عينيها وبقى كيقرب لها حتى ولا تكتحس بأنساسه على وجهها ميلا راسه شوية جنب وهو قاصد شفايفها كانوا على واشك تلقى شفاهو وهو يشعل الضو وتحرك المسعد بالجهل حتى فقد سخر التوازن وجطايحة لها كيف رجحت الضو وعاد على راسها من بعد ما كان عقلها مبلوكي واستوعبات الوضع حطات إيديها على صدره ودفعاته بكل قوتها حتى هو بحالي لفاق ناضع ليها ما عارفش ش نطراليه وغير تفتح الباب وخرجات كتجري حالي لا جارع لها شي حد كتجري وتلفت وراها حتى خرجات في شي حد هزيت راسها وباليها سين تخشات فيه وعنقاته كتبكي خارج صخر من المسعد صاخت على الوضعية غير باليه المشهد اللي قدامه وسعر بالمزيان زير على إيديه بجوج حتى برزع روقه هز إيديه بدك يصفق على المشهد الرومانسي وهو مزير على فقه وهدر بنبرة حادة فيها تحقق الله الله على مشهد عصافير الحق أستسمح على المقاطعة كون فراسي نزيد نطول في المسعد احتاج سالي ولا نقول لكم خدوا لكم غرفة حسن ولا ما عندكمش مشكي لكون جمهور هو يقول له سيف شنو كتدير هنا صخر قال كنقلب عليك قال سيف وعلاش كتقلب عليك فين كنعرفك أنا صخر قال لي الله يا ودي نسيتيني نسيتي لقاءنا اللول في الكازينو كان لقاء صغير ولكن كمارتك بقات لاصقة في التاكيرا باش تعرف راسك مميز عندي سيف تلفت عند غادير وقال لها سيري تسنيني على برا هاني جاي بقات غير كتشوف فيه ودار لي هب عينيه ما تخافيش غير صبقيني وهو يقول ايش باغي مني اخر مرة عقلت مدرتش حاجة خارجح للقانون قرب ليه صخر وقال له باغي تلعب ومعامل معايا أنا عند بالك درتي البوز بدوك جوج كلمات اسمع نقول ليك اللعبة ديال المتحرد الدكي والصحفي الفضولي دير هافش بلا صخرة باقي نلقاك في جنابي كتهبش في قضيتي ما تلوم إلا راسك هاد المرة اندار المرة الجاية ما تعرفت دقة منين جاتك كانت منى المساج يكون وصل وهو يقول سيف وإلا قلت ليك ما غاديش نوقف هنا وغادي نزيد نهبش ما تعرف نعرف هوية القاتلة قبل منك سخر جاوبه باستهزاء وقال له طيق تيرازك المقال اللي كاتب نصه معلومات خاطئة وخشاء يديه في جيابه وغادي وكيهضر عنديك تقول دلمتك هاني علمتك قلب على ساحتي وتكمش حسليك وخرج من المجلة غادي يجي هالطموبيل المحها واقفة أحد الموتور ومع مقايد ديها والريح كيلوح لها في شعرها على وجهها وكتحرق راسها باش تبعدو غادي ومراقبها احتبال ليه سيف وقف عليها وحدع لشفايفو وركب وديمار الطموبيل وهز عينيه جهتهم عينيه تفيك ساو عليهم دايرش يشوفات مكره ش تيري فيهم يشتت الباباهم شمال كسيرة وغادي كيصوت وراسو كيعود ليه العناق ديالهم ركبات غادي راسيف وشادة فيه وعقال همشا اللحظة اللي كانوا كيشوفوا في بعضياتهم في المسعد ما عرفاتش علاش تبلوكات حسات بقيدو فاشمسحات ليه هاد دمعة وفاش كان كيقرب حتى أنفاسه ولو كيضربوا في وجهها شوفة في عينيه رجعت هالأيامات كانت كتحلم به وكانت حاسباه منقضها كانت كتمنى غير إم تطلقاه مرة أخرى خرجها من أفكارها الملخطة وقفصة نزلات وودعاته وطلعات لدارها دخلات لبيتها وبالتلات حويجها ومشات لكوزينة وجد ما التعكل حتى سمعات الدقان مشهد في الباب خلحها وقالت يقدر يكون سيف اللي رجع مشات الباب وفتحاته حتى كتلقاه واقف قدامها كيف الوحش ردات الباب بسرعة بغت تسده عليه وهو يحبسه برجلي قالت وهي راجعة باللور ايش بغيتي؟ شكون قال ليك أناسكنا هنا؟ قال ماشي صعيبة باش نعرف وزيدون ما جايش عندك هيشوف أرجاء الشقة وقال فينا هي ساندي؟ غادير مع جبهاش لحال وقالت ساندي؟ ما كيناش دخل للصالة وقال أوكي نتسناها حتى تجي استجمعات شجاعتها وقالت ما يمكنش ليك تبقى هنا خرج من داري بغي ساندي تسناها في الخارج قال حبيب القلب ما طلعش يبقى معاك يونسك وهي يدكور اشكت خربك وبعدها ماشي شغلك مشات الباب وفتحاته وواقفك تشوفي زعم الباب الحباب اضحك بسخرية ووقف جاي جهتها كيشوف عينيها بغي حضرات عينيها وحستات بيه واقف حضاها بيناتهم سنتيمترات قالت له خرج كانت منه ما تعاودش تلاقى كمارتي بكمارتك استفزاته بهضرتها وتجاهلها ليه شدها من دراحها وشبدها عنده حتى تلاسق صدرها مع صدره دور ايد دوع ورا خسرها بخفا وطاح على شفايفها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر